ماذا اليوم؟ قرار بإضافة الكمامات الطبية في البطاقة التموينية القرار يأتي نظراً لقلة الكمامات المتوفرة في الأسواق المحلية وتقطية احتاجات الحالية 50 حبة علبة كمامات القرار وفرها لكل بطاقة تموينية علبة كمام شدة 50 حبة توفير الكمامات في التموين مؤقتاً لحين توفرها في الأسواق المحلية بكميات أكبر يطبق من مايو تطبيق القرار بجداء من شهر مايو 2020 هذا القرار أنا ودي أعلق على نقطة بس معينة يمكن الكثير عندك الكتاب عندك يا أحمد عطني الكتاب خلأ وشيخ أشوفه أشوف هذا الكتاب هذا مكتب الوزير خلأ أشرح لكم الموضوع بس عشان كون أنا أبينه لأنه وايد الحجي البايخ يعني لما يطلع أنا ما أحبه بعد الإطراع المرسوم وشيذي أخلى قرار مادة أولى بخصوص لكل بطاقة تموينية خلال شهر مايو يخصص لكل بطاقة تموينية خلال شهر مايو علبة كمامات شدة 50 بسعر 150 للكمام الواحد واضح 150 فلس للكمام الواحد لعينه بيرجع شوية حق الكلام اللي بلش يطلع ضرب 50 يعني قاعد تكلم على 7 دنانير ونص ليش يا صالح 7 دنانير ونص من المستفيد ليش الكمام صعت سعره أنا بيوريكم كتاب أنا أتمنى إذا الأخوان يقدروني يعرضونه هنا كتاب وزارة الصحة حلو هذا كتاب وزارة الصحة شوف أول شي في كتابين في كتاب من مجلس الوزارة تكليف وزارة التجارة بتسليم كافة الكمامات التي بحوزة الشركة الكويتية للتموين لوزارة الصحة لاستخدامها للصفوف الأمامية من كافة الجهات المعنية واضح هذا قرار طلع من الإخوان في وزارة الصحة في مجلس الوزارة يخاتمون في منه يخاتمون في وزارة التجارة شو تقول له تقول له كل الكميات اللي كنتوا أنتم يعني حاطيني تقوم عليها ومخزنينها وحاطينها وقف هذه الكميات كلها تكليف وزير التجارة والصناعة بتسليم كافة الكمامات التي بحوزة الشركة الكويتية للتموين لوزارة الصحة لاستخدامها للعملين في الصفوف الأولى من كافة الجهات المعنية شكرا لنقطة ورصدهم يعني كل الكميات اللي كانوا يايبينها لكويت ومن قبل وهالأمور هذي كلها كانوا حاطينها الآن أنا بجلس الكتابين حق يحمد جدا بدانا في الحلقة يعرضهم يعرضهم الكتاب الثاني شوف هذا الكتاب الأول درشتك يا أنا أحمد والكتاب الثاني هذا إلى من الإخوان في وزارة تجارة لأننا تناقشت علامة في الموضوع كتاب المية وخمسين فلس تذكروا أنا قبل سبوعين حطيت السعر هذا كتاب من وزارة الصحة طالع فيه 18 أربعة 2020 سعادة وكيل وزارة تجارة الصحة يخاطمون التجارة الكتابين عندك أحمد تجير تحط لنا يا أم رحم الله والديك يقول أني الموضوع أسعار كما مات في القطاع الخاص نظرا للأحوال الصحية التي تمر بها البلاد المتمثلة في خطر فيروس كورونا المسجد وحيث أن وزارة الصحة قد قامت باتخاذ العديد من الأجراءات الاحترازية للسيطرة والحد من انتشار الفيروس ولدواعي السيطرة على مستوى الأسعار يتكون متاحة لجميع دون مغالاة ونظرا للاتفاع على أسعار الحالية للكمامات وقلة توافرها في المصانع العالمية لذا يرجى التكرم بالموافقة على اعتماد السعر المحلي واحد حطيه نسب الكمام لا تزيد سعره عن 150 للجمهور هذا كتاب طالع من الوكيل المساعدة الشؤون الأدوية والتجهزات دكتور عبدالله منجد البدر وكيل وزارة المساعدة الشؤون الأدوية والتجهزات الطبية 18-2 18-4 موجود دك 18-4-2020 هذا كتاب من وزارة الصحة عشان بس شوية بس حتشوا كلامه وقالوا قيلوا منه مستفيد ودائي ايه يابون يأخذون ايه شوف حق منه مطلحوا كلام والله العظيم خلال قلت لكم أنا من أول حلقة الآن مو وقت هذا الانتقاد وليش وش حقه ومنه وش عشان ويا با والمصنع والمصنع مال منه ومحسوب على ترى والله كلنا نعرف نقول لها حاجة شي والله العظيم سحنا قاعد نتكلم منبغ اليوم الكميات اللي كانت موجودة سيطرت عليها وزارة تجارة كانت كميات مخولة حلو كلام سليم طلع كتاب من مجلس الوزارة يخاطب فيه منه وزارة تجارة شي يقول له يقول له الكميات اللي عندك ياها بالتموين اللي كانت تذكرون اول ازمة قالوا راح يوضعون بالجمعيات هذول الكميات قالوا له حبيبي هذين الكميات كلهم يا وزارة تجارة شركة تموين سلموهم حق وزارة الصحة هذول عطوهم حق وزارة الصحة دورها اليوم في الصفوف الامامية واحنا ردينا وتكلمنا وقلنا ان اليوم الصفوف الامامية من اهم الخطوط الرئيسية انك انت تحافظ عليها وما يحوش اي امر اهم منك انت ايه نعم اهم منيانا لان هذا اللي عالج مو معنات انك انت موهم لا بس فيه ديوم مهم وفيه اهم فيا هو الاخوان سلموا كل الكمامات حق منه حق الاخوان في وزارة الصحة ما فيه كمامات فقامت وزارة الصحة قالت ترى عشان الاسعار لا يصير فيها لعب يبقى صعدوا السعر لحد الامية وخمسين لانه بالعالم القفعة اللي تنحط هذي بين السفنجتين والثنتين مو موجودة مو متوفرة بكميات كبيرة فالمصارع قاعدت تشتكي فقاعدوا يصنعون سووا نظامين واحد فيهم المصنع اللي في صبحان اللي صرحوا للاخوان في وزارة تجارة على شخص انه يعني يكثر من الكميات وينتج كميات اكبر وايضا الجزء الثاني هو الاخوان اللي قاعد يسوونه اللي هو المانويل اللي قاعد تشبرونه من الاخوات والعمل التطوعي اللي قاعد يخيطون في هالموضوع هذا هذا باختصار الموضوع عشان لا كل واحد يطلع لي ويجزلي تدري قالوا لك تدري من ماله تدري حق منه طبعا ناخذ عاد اسماء وتأليف واتسبات وقرب واموي وامة فلان وكذا ودز وما نفس الفيديوهات هوشة من الفين وسبعة طلعنا يا الحين والله بتهاوشين بالجهرة طيق مقادرين دوريات طالعين مدني من وين والله شو بس خلاص يا جماعة قلنا لك شيء مو متأكد منه لا تقعد تنشره ترجمة نانسي قنقر